عايز أكلم حضراتكو فيه وحاول بقدر إمكان إن أنا يعني أوضح نفسي جدا حضراتكو حضرته أول السنة والقرارات بتاعة زيادة الأسعار في أشياء مختلفة وناس كتير قالت ليه أول السنة وما كانوا يستنوا وما كانوا يقصطوها كل هذه الأشياء وشفنا السيد رئيس الوزراء الدكتور مدبولي وهو بيكلم عن أسباب الزيادات وده شيء جيد إنه هو شرح للناس إحنا ليه زودنا الأسعار أنا بس حسيت إنه الكلام في الكام يوم اللي فاته كان عن زيادة الأسعار ويبدو يا سادة وده كلام رئيس الوزراء عشان بس الناس ما تشايلنيش حاجة رغم إن أنا أقل لكو ده من قبلها إنه الموضوع مطول شوي يعني رئيس الوزراء بيقول إنه 24 كلها ونص 25 هيفضل في مشكلة على ما نبتدي نتعافى ده كلام السيد رئيس الوزراء وطبعاً يعني كلنا نأمل إنه ما يبقاش بعد سنة ونص يبقى بعد شهر شهرين ولكن هذا الأمر لن يحدث لأسباب كتير ولازم نبقى واقعيين والسادة رئيس الوزراء كان واضحاً أنا بالنسبة لي السنة ونص اللي هو بيتكلم عليها ديت ما عرفش هو يعني هو قدرة وهو حاسبها إزاي لأنه نفس رئيس الوزراء ده من شهر كان بيتكلم على الدولار إنه أزمة عابرة طبعاً حالكو شفت الدولار عبر قد إيه بعد من بعد الكلام ده هل هو حاسب الأمور دي صح؟ مش حاسبها صح؟ أنا ما أقدرش يعني هذه أمور هذا الرجل اللي عنده وكل المعلومات وكل الأرقام ويعني أنا بأشفق عليه من الموقف اللي هو فيه لأنه الموقف صعب 24 أصعب من 23 لكن في سؤال محدش سأله وأزعم إن أنا عايز أسأله بهدوء ومحدش فهمني غلط إحنا كنا في 23 بنسأل الحكومة إيه النظام يا حكومة هتعملوا إيه قولوا لنا رايحين فين ده كان السؤال دايماً للحكومة 23 كان السؤال للحكومة وكانت الحكومة دايماً بترد إيه الشهر الجاي اللي وراه لا حتتحسن لا حنبقى كويسين حينهار الدولار حضراتكم فاكرين أنا خدت اجتيمة قد كده على كل هذا الكلام لأنه الأمور مش محتاجة يعني كان باين إنه فيه أزمة لأسباب كتيرة مش حقود أقولها تاني دلوقتي حضراتكم عارفين أسباب الأزمة الاقتصادية اللي إحنا فيها أنا رأيي في 24 يجب أن يتسئل السؤال لحد مهم السؤال يتسئل للمواطن وإنت حتعمل إيه كل مسؤول في مصر كام يوم اللي فاتوا طلع برر أنا حطر أزود عشان كذا وزير النقل قال لك طب ويعني هم الموظفين دول محتاجين أنا حزود عشان كذا ورئيس الوزر قال لك على فاكر إحنا شايلين شلة كبيرة قوي وإحنا حنزود عشان كذا طيب أنا بقى مش أنا عمري أنا كمواطن أعمل إيه أجيب من إيه ده سؤال مهم جدا محدش سأله أنت كدولة بجلالة أدرك بتقولي أنا مش قادر أنا أنا مش هشيل أكتر من كده طب المواطن يقول إيه فاربعة وعشرين السؤال للمواطن هتجيب من إيه ما هو معلش فيه ناس تتكلم على إنك استحمل أنا إذا كنت أنت كحكومة مش مستحمل قلتلي لا 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 الموبايل لا شريحة الموبايل زي بتاعة لا ما ينفعش القطر لا 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 لازم المترو لا خلاص طيب وأنا هجيب من إيه أنا هعمل إيه أنا هصرف إزاي يجب إن إحنا نفكر في السؤال ده ده سؤال 24 أنا بقول لحضراتكم اللي أنا حاسه واللي أنا شايفه سؤال 24 طب إنت حتو وعلى فكرة لسه فيه أسعار تاني حتزيد مش أنا اللي قلت وفي الغالب الدولار لو نزل مش حينزل كتير ولما بينزل الأسعار ما بتنزلش طيب عندك دولار عالي عندك أسعار غالية عندك ظروف صعبة هتعمله إيه هو ده السؤال مهم هتعمل للمواطن إيه أنا كله لقيت كله واحد إيه لا يا عم أنا أهو لا يا عم ما أنت شايف وبعدين ابتدى يبقى فيه نوع من أنواع ما أنا بصرف بتصرف منين ما أنا شايل شايل مين الأمر بقى اللي خليني عايز أتكلم في الموضوع الأكثر أهمية من ده الأستاذ محمد حسنين هيكل الله يرحمه لا أدعي إن أنا كنت صديقه ولا أدعي إن أنا كنت من تلاميذه تعرفين فيه ناس يقولك إحنا تلاميذي الأستاذ هيكل أنا كان الأستاذ هيكل يحبني لا بس أنا كان عندي علاقة جيدة معاه كان عندي فرصة أروح للمكتب بتاعه اللي عنيه وقعد أتكلم معاه وهو كان شايف فيه شيء يعني دايما يرى كان دايما اللوم الولد ده مش عارف فيه كذا كوي ماشي كان شايفني عندي موقع وكان ساعات يسمع اللي أنا بقوله في 13 و14 بقوله وكان وقتها الرئيس السيسي يعني بيستعد للتولي وبيتولى قلت له لو فيه حاجة عايزة تقولها للرئيس السيسي هتقوله إيه يعني إيه أهم شيء يحصل قال لي يجب أن يحاط بالكثير من الناس اللي تنصحوا اللي تدي له الخبرة اللي تدي له المعلومة يجب دائما أن أنت توفر له ده عشان ياخد القرار وهذا الأمر بالنسبة لأي رئيس هو ده اللي بيحصل يعني بايدن بوتين عنده مجموعة من المستشارين والخبراء اللي هما بيجي يقوله الوضع واحد اتنين تلاتة وفيه اختيار واحد واثنين وتلاتة هتختار أنهي بيبقى فيه كده فقال لي يريد يكون حواليه ناس جيدة تنصحه وكان مهتم جدا وعادة ما كانش تكلف في الموضوع ده بالاقتصاد وكان يرى أن الاقتصاد ده مسألة هامة جدا فيريد وقتها استبشرنا لما تعمل هيئة مستشارين للرئيس فيها أسماء لأن مصر أسماءها جبارة يعني عايز تعمل هيئة مستشارين مصرية تجيب العالم مضت الأمور لأسباب وصراعات وكان فيه المشكلة بتاعت الإخوان والمشاكل والآخره كانت الدولة تلهث وكانت الدولة حاسة أن القطاع الخاص ليس مستعدا للدخول فالدولة شالت على كتفها وابتدت تشتغل وتبني علشان ما يبقاش فيه بطالة ما يبقاش فيه مشكلة الناس تأكل وتشرق وهذا ما حدث لغاية ما وصلت لعام واحد وعشرين ابتدت الضربات تجيلك أنت كنت قاعد شغال على أمل أن الأشياء دائماً هتمشي اليوم هو وضع مختلف نحن في أزمة اليوم وعلى فكرة أما كنت بقول نحن في أزمة دي يا عميل يا أجندة لا أظن خلاص ده بقت الجملة اللي بيقولها الناس كلها والغريب في الأمر يا سادة أنه متسمعوا مثلاً وزير النقل وأتحدث عن أهمية إسناد إسناد حاجات في النقل للقطاع الخاص هذا الكلام كنا بنقوله من سنين إنما ما علينا أن تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي أبداً أنا عايز أقوله عشان بس أنا في جملة بتشؤيني اتنين بعد ما خلص دائماً يقول لك هو عمر أديب عايز يقوله لا أنا حقول لك وأنا عايز أقوله السياسة في مصر تأتي من أعلى لأسفل وليس من أسفل لأعلى يعني إيه؟ يعني فيه في دول مثلاً حتى لو كان الحزب الوطني اللي إحنا ما كناش بنقباله إنما كان جواه مجموعة سياسات بترفع للرئيس اقتراحات والرئيس يشوفه وهو الأخر إحنا ما عندناش ده الوزارة اللي موجودة هي جهة تنفيذية يجب أن يرسم لها خطة ويرسم لها شيء يعني مثلاً رئيس الوزارة يقول لك إيه؟ يقول لك ما عليش يصل الكهرباء؟ إحنا بنينا حاجات طب ما خططتش ليه؟ أنت مكنتش عارف أنك حتبني حاجات يعني أين كانت تخطيط؟ ما علينا مش ده اللي حنتكلم فيه اللي أنا عايز أتكلم فيه أننا بحاجة إلى مجموعة دائمة مستمرة استشارية اقتصادية للرئيس ترسم لنا مش له لنا المصار واحد حيرد على طول يقول لي يقول لي يعني يا عمر الرئيس ما عندوش مستشار اقتصادي طب يسمو إيه؟ حزيدك بقى مش تعريبيت واتطرف عندو عندو مستشارين اقتصادي شو بقى مش واحد عندو ولكن الآن نحن بحاجة إلى شيء آخر سؤال هل الإصلاح الاقتصادي في مصر نجح؟ اتنين هل الحوار الوطني طلع شيء؟ نقدر إحنا نقول أيها جماعة يا بتوع الاقتصاد يلي قلته ده حاجة لنا؟ الرئيس يحتاج إلى الدعم الفني والعلمي كنا شغالين بطريقة لما كانت الدنيا هادية وظريفة ولكن الآن نحن بحاجة إلى أبناء مصر والعقول المصرية تعمل وتدعم الرئيس علشان الدنيا تمشي الوضع ليس سهلا ما يحدث في مواردك في قناة السويس مثلا وأنا مش عايز أتكلم في الموضوع ده لكن المسألة ليست سهلة في قناة السويس شوية جايز السياحة برضو تتأثر مدخرات المصريين في الخارج التباطؤ الشديد في مسألة البيع كل ده بيخلي السنة صعبة طب انت محتاج إيه؟ انت محتاج بقى وعلى فكرة أنا شفت ناس كان بين من كم يوم يقولك إنه في مسؤولين قعدوا مع الدكتور محمود محيدين أجماعة إحنا مش محتاجين رشدة على التليفون إحنا محتاجين هانز أون محتاجين ناس خبرة يرسموا لنا سياسة يرسموا لنا طريق والطريق والسياسة دول ينزلوا لأي وزارة وزارة الدكتور مدبولي وزارة أي أن كان ما هو الناس دي يا جماعة مش هتمشي لوحدها لازم يترسم لها شيء ولازم نعرف عنا رايحين فين انت وأنا قلت الرقم والحمد لله طلع صح انت عليك السنة دي 42 مليار ونص دولار عندك عجز فيهم من 24 لتلاتين محتاجهم تجيبهم هتجيبهم من إين وقتانا قلت لحضراتك وحضراتك برضو استغربته قوي انت ما عندكش هلول كتيرة آه جايز الدنيا ابتدت تهدأ عليك شوية من برة لكن انت بيجيلك أعراض جانبية كده هتجيبهم في حاجزان موضوع الكهربة يعني مثلا السيد رئيس الوزراء لازم يفهم ان الناس مش لازم تدخل رمضان وكهربة مقطوعة ماينفعش هل أنا يا جماعة بقولكو أي حاجة من اللي أنا بقولها دي انتم ما تعرفوهاش يجب أن تتغير السياسات من هو الشخصية الاقتصادية اللي موجودة في مصر مين اللي بيرسم الحالة الاقتصادية دي وقت في مجلس الوزراء مين هتقول لي كل وزير في المكان طب مين اللي بيحط السياسة العامة في علامات استفهام كتيرة في إجابات طيب تيجي تقول له واحد مثلا نعوم ولا لا تسأل مين هتقول لي بسأل محافظة البنك المركزي طب ما يبقى معاك حد معاك كان يساعدك لأنه المسا مش تقليل والله يا جماعة ما تقليل ولا تقزيم من شخصيات هو وظن حالكو شايفين بقى خلاص ولا لسه أنه فيه أزمة اقتصادية كبيرة خانقة ولازم الناس دي تنلحقها الشعب ده محتاج أشياء تغيطه وتريحه وتخلي حياته وحياته أفضل وأحسن ده هيحصل إزاي ما حدش يقول لي أصلي فيه حاجات أنت ما تعرفهاش خلاص ما بقاش فيه الكلام ده ينفع لازم نعرف إيه اللي بيجرى ولازم يكون فيه يتم تقديم للمجتمع المصري أنه أنا مع احترامي للسيد رئيس روزر ولكن أنا رأيي أن مركز الثقل في الدولة المصرية من أيام أحمس هو في الرئيس دائما معلش أنا أنا عارف ده كلام ناس هتقول لك إيه ده أنت جننت لا أنا ما جننتش ما حدث في السنوات الماضية كله كان الظروف أفضل كثيرا إنما رح تجيالك الكورونا ورح تجيالك الأزمة الاقتصادية اللي بعد كده وجيالك حرب أوكرانيا وجيالك حرب غزة وعندك قد كده ويجب أن أنت كمان توطد قدراتك في القوات المسلحة محتاج تصرف طيب هو إيه وظيفة وزير المالية وإيه وظيفة البرلمان اللي هي أخد فلوس من هنا حطها هنا طيب مين عاي يعمل الكلام ده فما تقوليش أصلا عادنا مع فلان ساعتين ثلاثة ما ينفعش خلاص أنت محتاج السنة دي والسنة القادمة وإحنا في آخر فرصة لهذا الأمر لأنه بقولك بتطلع لك زواهر جانبية كده ما تقدرش تحرك مش عارف في سعر إيه يضرب ما تعرق ده حاجة تحصل هنا مصر تستحق في هذا العام والعام القادم أن يكون هناك أو قلولنا يا جماعة هو الحوار الوطني ده عمل إيه هل طلع قرارات هل طلع توصيات قلولنا أنه حيتم رفعها لسيادة الرئيس وسيادة الرئيس حيأخذ بالأشياء اللي يشوفها مناسبة وإلى آخر نحن في حاجة إلى مجلس حرب اقتصادي يعني أجد دائما يقول لك إيه غرف الطوارئ اللي مش عارف إيه غرف الطوارئ لا أنت بجد بجد يعني مثلا الناس كلها بتتكلم على أنه في مرحلة جديدة هتتعمل في العاصمة الإدارية طب أنت محتاج تعمل ده دلوقتي أنا معرفش لازم يكون في ناس قادرة على أنها تحسب ده بالورقة والألم هل هتعرف ترجع الأسعار تاني يعني مثلا أستاذ محمد يتريبي بيقول أن حيقل التضخم هل حيقل إزاي هل أنت قادر على أن أنت تبيع كل الحاجات اللي أنت عايز تبيع ها قريب طب نخليها تتعدي إزاي طب هل الدولار ده حينزل من السعر اللي هو فيه طب تنزله إزاي في بقى ناس عندها القدرة دي ويجب أن يكون فيه آلية واضحة محددة يتمشي عليها بالورقة والألم إنما لقيت الناس كلها بتتكلم في إيه ده هو سعر بتاع الشحن بقى كام هو مش عارف إيه سعر إيه بقى إيه الكهرباء زودوها إزاي لا كل حاجة اليوم بيوم ودي مش تنفع إحنا فحلا وعلى فكرة وهذا أمر ممكن أنت متعرفش إيه اللي جاي أممكن بكرة يجي لك معلش بقى فيه ناس يقول لك يا بوما لا بكرة يجي لك حرب أخرى بكرة يجي لك تكدس على حدود في الجنوب بكرة يجي لك مشكلة في ليبيا بكرة يجي لك وباء من بره بكرة كل ده طب هتعمل إيه هل كل مرة هيطلع السيد رئيس الوزراء يقول لنا إحنا بندفع دعم كذا ومش عارف إيه كذا وكذا العام ده لازم حدودك تفكر في المواطن أنا عارف طبعا تفكر في المواطن على طول ولكن المواطن الآن هيقول لك تابعوا نعمل إيه أجيب من إيه ده السؤال المهم وهاجب أن تعمل كل القطاعات في مصر على هذا الأمر نحن نتحدث عن طبقة اللي هي الوسطى دي قد انسحقت تماما تماما هيعيشه ازاي فأرجوكو أنا حبيت بس أقولك كلمتين دول وجايز تفتكروني بعد كده أنه هذا الأمر يجب أن يتم تغييره تماما وهاجب أن ندخل في خطة اقتصادية صارمة واضحة هي أنا معرفش هي الصح فيها والغلط دي مش شغلتي أنا ما بفهمش في الكلام ده إنما نبفهم في المصايب نحن نعيش في أزمة حقيقية ونحتاج فعلا أن نتكاتف جميعا وزي ما الأستاذ هيك الله رحمه قال أن نقدم أفضل نصيحة للرئيس أن الرئيس يتم التقديم له خلاصة الفكر مش إلحق عايزين شوية زيت إلحق السكر مش موجود دي كلها تفاصيل إنما الخطة الكبيرة إيه هو ده المهم أنا حبيت بس أقول الكلمتين دول ويعني ربنا يوفق الجميع لا يجب أبدا أن يكون فيه التفكير أنه ما فيش حاجة وحشة ممكن تحصل المفروض حضرتك دايما تتوقع السيء مش تتوقع عدم حدوثه طيب أنت كنت تتوقع واحد واثنين وثلاثة أنت لما لما جه أحد البانكرز الكبار ومش حقول اسمه بس هو سمع عندوقتي وعارف أنا بقول إيه قال عمر الدولار ده يوم يضرب 22 جنيه وكان الناس بره بيقولك وصله 22 هو النهاردة بكام أنت كنت متخيل هتوصل للرقم ده في الكهربا فيعني بس عشان إيه أنا لقيت الناس كلها مسكة في الحكومة لا 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 إحنا لازم الناس دي نديها منهج واضح جدا تعرف تشتغل إنه حيعمل إيه ترجمة نانسي قنقر